هنروح لتنس الطاولة ناشئات وناشئين تحت 15 سنة فازوا ببطولة الجمهورية طبعا ده كان إنجاز كبير نمثل فريق ناشئين مؤمن صلاح وياسين ياسر وحسين واقل الناشئات هنا جودة طبعا بطلة العالم في السن ده وجنة ولقواجيه ومريم حسين ويقود جهاز التنس الطاولة بنادي الأهل الكابتن أشرف هفتح لك نضفنا في حلقة من الحلقات وفتح عبد ومدير قطاع الناشئين وناشئات ومحمد إسماعيل مدرب فريق الناشئين وخالق جمال مدربا مساعدا وهشام إسماعيل مدرب فريق الناشئات حقيقة التنس الأرضي بيعمل طفرة كبيرة جدا في الناشئات لأن هم دول أو الناشئين لأن هم دول مستقبل النادي الأهلي طيب هنروح على المستوى الكبير دينا مشرف لعبة النادي الأهلي والمحترفة في نادي لانجشتاد الألماني وأول مصرية وأفريقية تحترف وعربية تحترف في الدوري الألماني بتقود فرقتها للتصدر الدوري الألماني بدراسية سبع نقاط من المبرايتين فقط من بدء المنافسات دي صور طبعا دينا مشرف ابنة الكابتن العظيم علاء مشرف ونجحت دينا بمشاركة فريقها في التغلب على فريق شاوب هونزن الألماني بنتيجة ستة اتنين يعني نتيجة كبيرة جدا وفازت أيضا على بينجن الألماني بستة اتنين وعندها مطش مهم جدا جاي من السبت القادم مع يوبليجن الألماني عايز أقول لكم أن دينا مشرف ماشي كواس جدا واتبعنا حتى مشاركتها في كأس العالم اللي فات في الصين وهي كانت أول لعبة عربية وأفريقية ومصرية تشارك في كأس العالم الحقيقة دينا مشرف يعني سفيرة فوق العادة لا تقل أبدا عن مير الشريف الحقيقة هما الاتنين بيمثلوا اللعبات المصريات الحقيقة اللي عندهم يعني صبر وإرادة كبيرة جدا كل التوفيق طبعا لدينا مشرف